مرحبا رجعنا لكم اليوم فيديو جديد واليوم الفيديو تابعنا راح يكون عن طريقة تحديث ويندوز 7 لويندوز 10 ببرنامج بسيط بدون تثبيت ويندوز جديد طبعا راح اسب لكم انا رابط صندوق الوصف وهس احنا راح ننزل البرنامج ونبلش نعمل الطريقة طبعا انا باتدري اني بعمل تسجيل صوت بس في مقطع من الفيديوهات اللي انا عملها انحدف فانا راح اضطني معكم خطوة بخطوة وراح اوريكم كمان كيف طريقة تثبيت البرنامج خطوة بخطوة وما راح اقص اشي من الفيديو بس راح اسرع مقاطع عشان ما حد يكتب لي في التعليقات انه الطريقة غير صحيحة وان الطريقة مزاقة فهاي الطريقة راح تكون كلها قدام عيونكم ما في اي مقطع ان شاء الله راح احذفه من الفيديو المقاطع الطويلة اللي هي تبت التحميل راح احاول اسرعها ما راح احذفها طبعا هسه طريقة التحميل العادي طبعا هسه بمستنى شوي لغاية ما يلاقي التحديث على الانترنت هاي هيك طلع لنا خيارين طبعا احنا راح نختار الخيار الاول وبعد هيك بنكبس نيكست ببلس عادة جهاز يعمل تحديث طبعا مش هاي بس الخطوة الوحيدة راح نعملها في خطوات تانية اللي قدام راح نعملها خليكم معنا لاخر الفيديو عشان تعرف كيف راح تحدد شي هازك من ويندوز 10 لوندوز من ويندوز 7 لوندوز 10 طريقة سهلة وبسيطة وما راح تاخد معك بقت كتير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة